اليوم في عنا تحديثي جديد وصل لجهاز 11T Pro هذا 11T Pro النسخ العالمي اجعله تحديث 13.0.8 على الاندرويد 12 وهو تحضيرا لوصول MIUI 14 مع اندرويد 13 كونوا معنا الان لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب عشان يصل على كل جديد وخلينا نيجي الى التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاند من قناة ايهاب تي في كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين والان خلينا نيجي نشوف اخر تطورات بالنسبة لتحديث اندرويد 13 مع واجهة 14 واجهة 14 زي ما حكينا ببتيجي للموبايليات الان في الوقت الحال للنسخ العالمي وبتيجي ايضا للنسخ الصيني في نفس الوقت ولكن في عنا الشغلة احنا نازم نعرفها انو الاجهزة اللي تطلقى التحديث تطلقى التحديث للمي بايلوت من المي بايلوت للمسجلين اللي سجلوا في عملية انو يحصل على التحديث مبكرا لما يكون تجريبه قبل ما يتم توزيعه الى جميع في عنا هنا ملاحظة في النسخة العالمية زي ما انتو شايفين هنا التحديث هذا الجهاز اجاله اندرويد 13 هاي زي ما انتو شايفين واجهة 14 في هنا ملاحظة لازم انا انوهلها الملاحظة اللي لازم انوهلها انو هنا في حاجة اسمها المواصفات والمعلومات التفصيلية اصبح لدينا كلمة اسمها المواصفات والمعلومات التفصيلية تختلف عن التحديث اللي قبله تحديث 13 كان فيه كلام تاني كان اسمها جميع المواصفات هنا المواصفات التفصيلية كان اسمها جميع المواصفات وهنا تم إضافة 5 جيجا توسيع ذاكرة يعني لما نيجي له توسيع الذاكرة توسيع الذاكرة تم إضافة 5 جيجا توسيع ذاكرة بدل اللي هو 3 جيجا وبدل 2 جيجا فيه اللي هو تحديث 13 يعني لو جينا على الإعدادات الإضافية وجينا هنا على توسيع الذاكرة وين هو توسيع الذاكرة هاي توسيع الذاكرة هتلاقي إنه في عنا 5 و 3 و 2 أو بتوقفها فبالتالي هذه بتأخذ من وين من مساحة التخزين لاحظنا لو اجينا فتحنا نافذة منبثقة في تحديث 14 العالمي وفتحنا هي اخذنا مثلا معها التليجرام عندنا هنا التليجرام ملاحظين وهنا عندنا اللي هو اليوتيوب ملاحظين كمان خلنا نرجع رجعة نرجع الرجعة واحدة ملاحظين انه انا بقدر كمان اكبر هادي وازغر هادي هادي من دمر التحديث وكمان في حاجة مميزة جدا لو عملت زي هيك بيبدل فوق تحت ولا تحت فوق نفس الموجود في النسخ الصيني بالضبط ولو اطلعت من هذا المكان بتقدر ترجع له في نفس الوقت وهذه ما كانت في تحديث 13 وكانت مباشرة انه لما انت تطلع منها تروح تماما يعني انا بقدر رجع لها في اي وقت وبقدر ابدل لها بنفس الاطار قصة انه انا لما اعمل واجيب الوان هنا الالوان اللي موجودة هنا فيه اللي هو حجم الرسوم او حجم الايقونة حجم الايقونة بقدر اكبرها وازغرها صح وفيه لنا اللون الخلفية في النسخ الصينية فش الكلامات فيه كلام تاني فيه عندنا هنا بني شو هده بني اللي هو الايقونات اللي تتبع لجوجل وهنا عندنا مثلا بنفسجي ناخد مثلا لون اخضر نطلع من المكان اصبح الايقونات لونها خضرة الاتصال الرسائل جوجل كروم يوتيوب كله هاي هذا لونه اخضر شاف هذه كلها الايقونات هذه كلها لونها اخضر اللي تتبع لنظام الاندرويد بتغير الوانها كما شاهد في مشغل التطبيقات وكمان وانا فاتح اللي هو تقسيم الشاشة بقدر مثلا اعمل زي هيك وامدها زي هيك خلاص بفتح تطبيق من التطبيقات اللي كانوا مفتحين كتقسيم شاشة وخلينا الان ننتقل للقسم التاني وهو اجهزة شاومي اللي حصلت على واجهة 14 مع الاندرويد 13 بميزاته الكامل اول جهاز شاومي 12 اس الترا هذا الجهاز اللي صدر منه نسخة صينية اخذ تحديث 14.0.5 على الاندرويد وهو الاندرويد 13 انه هذا طبعا مستقر شاومي 11 شاومي 11 14.0.8 على الاندرويد 13 وهو متاح للمساجلين العامين شاومي 12 برو 14.0.8 على الاندرويد 13 وهو متاح للمساجلين هذا الاصدار ايضا الصيني وهنا اصدار الاوروبي 14.0.5 على الاندرويد 13 وهو متاح للمساجلين شاومي 12 برو من المساجلين الميبايلو زي ما حكينا اللي بسجله جاه عشان يحصلوا على التحديث مبكرا عنا كمان 14.0.2 على اندرويد 13 لجهاز اللي هو نفسه الاندرويد 13 برو اذا الاندرويد 13 برو اخذ تحديث اللي هو للصيني والاوروبي والعالمي 14 مع اندرويد 13 نيجي للشاومي 12 شاومي 12 اخذ 14.0.5 على الاندرويد 13 للاصدار الاوروبي و14.0.4 للاصدار الصيني و14.02 للاندرويد 13 للاصدار العالمي عنا فيه جهاز اسمه شاومي 12 اس مش الاندرويد 13 برو هذا الاندرويد 13 برو حصل على تحديث 14.0.3 على اندرويد 13 للنسخة الصينية وعنا جهاز شاومي سي في ون اس ايضا حصل على تحديث 14.03 على اندرويد 13 ايضا للاصدار الصيني عشان يكونوا عنكم علم ما صدر منه غير اصدار فقط اصدار صيني 12 برو داي من سيتي ايش يعني 12 برو داي من سيتي ملاحظين انه في عنا 12 برو وعنا 12 برو داي من سيتي 12 برو هما عملوه بمعالج سناب دراجون 8 جن ون لكن في معالج اخر حطوه من داي من سيتي اللي هو على شاومي 12 برو عشان يكون في عندهم ميديا تيك واخد 14.03 على الاندرويد وهو الاندرويد 13 شاومي 13 14.04 على اندرويد 13 و13 برو 14.04 على اندرويد 13 و12 اس 12 اس اخد تحديث ايضا 14.05 على اندرويد 13 وشاومي 11 لايت 5 جي في عنا 5 جي ان اي وفي عنا 5 جي شاومي 11 لايت 5 جي اخد تحديث 14.02 على الاندرويد وهو الاندرويد 13 هنا في عندك اللي هو التحديس الاصدار العام. العام للكل يعني. اجه التحديس. اربعة عشر اربعة على اندرويد ايش? على اندرويد تلت عشر ايضا لحد عشر لايت. الاصدار هنا الصيني هنا الاصدار الاوروبي. ملاحظين انه في توازن بين النسخ العالمية والنسخ الصينية. اتناعش لايت شاوم اتناعش لايت هاد الجهاز فينه? هاد الجهاز اللي قدامكم هيو. هاد اتناعش لايت. شكله حلو ورائع ومشاء الله عليه. هاد معالج سبعمائة وتمانية وسبعين اه جي اللي هو سناب دراكون. بالنسبة لتحديسه اللي اخده اربعتاش فاصل سفر تلاتة للاصدار الاوروبا. هاد اصدار عالمي اللي عندي. انا اذا الاوروبي اخد. عنا انا تلت عشر فاصل اتنين فاصل واحد للاصدار العالمي. هذا اللي هو الاصدار العام. على اندرويد تلت عشر. اذا قرب قريب جدا انه هاد الجهاز ياخد اه واجد اربعة. شاومي اهداش اي. اللي هو بقول له شاومي اخد اربعتاش فاصل سفر فاصل خمسة على اندرويد تلت عشر. واربعتاش فاصل سفر فاصل اربعة اندرويد تلت عشر هنا الاصدار الصيني هنا الاصدار الاوروبي. عنا احد عشر تي برو. الحد عشر تي برو اخد تحديس جديد اربعتاش فاصل سفر فاصل تلاتة على الاندرويد ايضا تلت عشر للنسخة الاوروب. مي ميكس اربعة اخد تحديس جديد للاصدار الصين اربعتاش سفر واحد على الاندرويد التلاتعش. اخد تحديس جديد اربعتاش سفر ثلاثة اندرويد تلاتعش. وشاومي اخد تحديس للاصدار اللي هو الصيني اربعتاش سفر ستة اخد التحديس. وشاومي احداش تي اخد التحديس اربعتاش سفر ثلاثة للاصدار العالمي. اذا الاصدار العالمي احداش تي اخد تحديث اربعطاش فاصل صفر فاصل ثلاتة وهو متاح لمين للمسجلين عشان يكونوا عندكوا علم. خلينا الان شوف فئة الريدمي. عندك الريدما jo k-40s اللي هم بقولولى عندنا بوكا اف اربعة. اخدت حديث اربع اواتش فاصل صفر فاصل ثلاتة على الاندرويد وهو الاندرويد تلات عشر. والريدما هدا اصدار صيني. Volunto 11 Pro والبرو بلاس. هذا اخدت حديث اربعتاش صفر اتنين على الاندرويد ايضا ايضا للاصدار الصيني. والكي خمسين برو اخد تحديس اربعة سفر ستة على اندرويد تلاتاش للاصدار ايضا الصيني. والكي خمسين اخد اربعة سفر اربعة على الاصدار الصيني. مع اندرويد تلاتاش. والكي خمسين الترا اخد اربعة سفر اربعة على الاندرويد تلاتاش للاصدار ايضا الصيني. وعننا هنا الكي خمسين جي اللي هو كي خمسين جيمينج. اخد اربعة سفر سبعة لاندرويد تلاتاش ايضا للاصدار الصيني. وهنا ريدمي نوت عشرة برو فايف جي اخد اربعة عشر سفر اتنين على اندرويد تلت عشر. والكي اربين برو والبرو بلس هذا الاصدار منه. الصيني اخد اربعة عشر سفر تلاتة. والحداش برو والبرو بلس الاصدار الصيني اخد اربعة عشر سفر اتنين ايضا على الاندرويد وهو الاندرويد تلت عشر. اجهزة البوكو. اجهزة البوكو اكس فور جي تي. اخد تحديث تلت عشر فاصل اتنين فاصل خمسة على الاندرويد تلت عشر. هذا للاصدار العالمي. تلات عشتنين اتنين سفر للاصدار الاوروبا اندرويد تلات عش للايك بوكو كس فور جي تي. البوكو اف فور جي تي الاصدار اللي هو هاني الاوروبي. اربعة سفر واحد على الاندرويد وهو الاندرويد تلات عش اخذ الاصدار الاوروبي. اذا هذه كانت التحديسات اللي وصلت جديد لجميع الاجهزة من شاومي وريدمي وبوكو. ان شاء الله نلتقي في فيديو جديد في كلام جديد للتحديسات. لا تنسى الدعم يا غالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.